بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الشابتر الثالث بعنوان Isometric Drawing سوف نتعرض للنقاط التالية Definitions Isometric Sketching Circle and Arc Isometric Centering the Drawing in the Middle of the Sheet وسوف نمهي هذا الشابتر بApplication اللي هو تمرين تطبيق في الجزء الأول من الشابتر الثالث بعنوان Definitions سوف نعرض مفهوم Isometric Drawing Positions of Axes Isometric Axes و Distance in Isometric Drawing Isometric Drawing Is a Drawing Drawn on an Isometric Axes Using Fall Scale يعني رسم المنظور هنرسمه بالأبعاد الحقيقية هنا عندنا حالتين عندنا ما يسمى بالIsometric Projection True Projection وهنا عندنا الأبعاد بيقع فيها تقصير Fort Shorten وعندنا الحالة الثانية اللي هي الIsometric Drawing Fall Scale وهي الحالة اللي تهمنا وفي المنظور ده الأبعاد كلها هي أبعاد حقيقية Isometric Axes can be positioned to create different views of a single object يعني محاور المنظور بتاعنا ممكن نختارها بحيث تعطينا صورة واضحة على أوجه المنظور بتاعنا عندنا الحالة الأولى اللي هي اسمها Regular Isometric في الحالة دي عندنا المحاور أو نقطة اللي هننظر فيها للIsometric هتكون من فوق A viewpoint is a looking drone on the top of the object عندنا الحالة الثانية اللي هي اسمها Reverse Axes Isometric الviewpoint is looking up on the bottom of the object يعني هننظر من تحت عشان إيه نرسم الIsometric بتاعنا وآخر حالة اللي هي اسمها Long Axes Isometric وفي الحالة دي عندنا الviewpoint is looking from the right or the left of the object يعني هننظر إيه إيه من الright إيه إيه من اللفت عشان نرسم إيه المنظور بتاعنا بالنسبة للأبعاد في الIsometric Distance in Isometric Drawing True Length Distances are shown along the Isometric Lines يعني إيه يعني الأبعاد الحقيقية حتكون إيه إما في اتجاه الـ X وده محور أساسي بتاع المنظور بتاعنا إيه إما في اتجاه الـ Y إيه إما إتجاه إيه إتجاه الزد وهذه المحاور الثلاثة ما يسمى بالـ Isometric Axes يعني الأبعاد الحقيقية إيه إما حتكون في اتجاه الـ X إيه إما الـ Y إما الزد Isometric Line is the line that runs parallel to any of the Isometric Axes يعني أي خط موازية إما للـ X إما للـ Y إما للـ Z بنسميه Isometric Line خلينا نأخذ أمثلة هنا الأبعاد بتاع الخطوط دي اللي هي موازية للـ Y تعتبر أبعاد حقيقية دي خطوط موازية للـ Y وإلا نأخذ الحالة التانية اللي هي الخطوط الموازية لـ A موازية لـ X هذه الـ X بتاعنا والأبعاد هنا هي الأبعاد الحقيقية بتاع المجسم بتاعنا والحالة الثالثة اللي هي الخطوط الموازية للـ Z في كل الخطوط دي بنرسم الأبعاد الحقيقية يعني إيه؟ لو عندي شكل معين بيقولي طوله ده 50 ملي متر في إتجاه الزد حرسم إيه 50 ملي متر باقي الخطوط اللي هي عندها زاوية غير الزاوية 30 زي الخط ده أو الخط ده أو الخط ده أو الخط ده الأبعاد دي ليست الأبعاد الحقيقية ونسميها بـ Non-Isometric Lines